السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن حشرة جديدة من حشرات ردبة متشابهة الأجنحة والحشرة ديت بنعتبرها من أخطر الحشرات اللي بتصيب النباتات الحشرة ديت هي حشرة المن التشكل بتاعها بيكون ناقص تدريجي الطور الضار بيكون الحريات والحشرات الكاملة الأجزاء الفام بتاعتها بتتميز ان هي بتبقى صاقبة ماصة الحشرة ديت بيكون حجمها صغير اللونها بيكون أخضر وفي بعض الأحيان بيكون أخضر مائل للزرقة وفيه أنواع من المن بيكون لون أفرادها سوداء اللون المن أجزاء فامه بيكون من النوع الصاقبة الماصة والأجزاء بتاعتها بتكون إبارية من خلالها الحشرة بتقدر ان هي بتغريزها في النبات وبتدخلها في الكشرة النبات وبتمتص العصارة جميع أنواع المن بنميزه ان هو بيكون موجود بالقرب من البطن من المنطقة العلوية زائدتين الزائدتين دول بنسميهم كورنيكالز اللي بيميز من القطن أن أفراد الحشرات بتكون غير مجنحة وكلها بتبقى إيناس بتتوالد بكريا يعني الحشرات الأم بتولد حريات مباشرة على أوراق النباتات والبراعم الطرفية دون أن تتزاوج مع الزكور والحريات المولودة بمجرد ما تنزل على سطح النبات بتتحرك حركة بسيطة على سطح النبات وبتبدأ إن هي بتغريز أجزاء فامه الصاقبة الماصة في بشرة النبات وبتبدأ في امتصاص العصارة مباشرة بعد الولادة ولما الحشر الأم بتقرر عملية الولادة بتكون حواليها مستعمرة خلال فترة قصيرة والحريات الزغيرة المولودة بتوصل لمرحلة البلوغ في فترة قصيرة هي كمان وبتبدأ في إن هي تتوالد بكريا مرة أخرى وتكون مستعمرات زيها زي الأم على سطح النبات وما الحشرات بيزداد عدتها على النبات وبيقل الغذاء والعصارة الموجودة في النبات والنبات بيبدأ ينشف أو بيحصل تغير في درجة الحرارة أو تغير في نسبة الرطوبة بدرجة لا تسمى في نمو وحياة أفراد المن فأفراد المن بتولد حريات الحريات ديات بيكون لها أجنحة ولما تندق هذه الحريات بتصل لطور الحشرة الكاملة بتكون مجنحة والحشرات ديات أفراد المن المجنحة ديات بيبقى لها القدرة على الطيران وبتتنقل من عوائل لعوائل أخرى علشان تكامل دورة حياة والحشرات الكاملة ديات لما تصل للعوائل المناسبة عشان تكامل دورة حياتها بتولد حريات أخرى عديمة الأجنح ما بيكونش لها أجنح وبتستمر في دورة حياة عدة أجيان متتالية بتكون أفرادها عديمة الأجنح وهكذا بتستمر دورة حياة أفراد المن الحريات بتنسلك أربع إنسلاخات وبعد كده بتتحول لطور الحشرة الكاملة كده يكون لحشرة المن أربع أعمار طور الحرية ممكن تفضل أربع أيام حتى تصل لطور الحشرة الكاملة ده بيكون في الصيف أما فصل الشداء فقط تصل إلى ثلاث أسابيع حتى تصل لطور الحشرة الكاملة حشرات المن تعتبر ناشطة طول العام وبتدخلش في أي أطوار سكون وليها أربع وخمسين جيل في السنة أفراد المن علشان بتتغذى على امتصاص العصارة بتاعت النبات فبيدخل جسمها نسبة عالية جدا من القربوهايدرات فبتتخلص منها عن طريق إن هي بتخرجها في صورة إفرازات عسلية بنسميها الندوة العسلية مظهر الإصابة والضرر لأفراد المن الحشرة الكاملة والحريات معروفة إن هي بتغرز أجزاء فمصة قبل مصة في بسرة النبات وبتتغذى على امتصاص عصارة النبات فبتسبب تجاعد الأوراق واسفرارها وجفافها وعند اشتدات الإصابة بتسبب موت لهذه النباتات لما حشرات المن بتصيب القمة النمية بتاعت النبات فبتأثر على القمة النمية وبتسبب موتها وبالتالي النبات بيتوقف نموه وبيضعف واسماره بيقل أما لو أفراد المن أصابت عوائل كبيرة بتضعفها وتسبب لها إصفرار للأوراق والأجزاء اللي بتمتصها وعلشان هي بتخرج الندوة العسلية الندوة العسلية بتحتوى على نسبة عالية من الرطوبة سبب أن الفطريات بتنمو على العوائل دي بالإضافة إلى النمل اللي بيتجمع على الندوة العسلية عشان يتغذى عليها وكل ده بيسبب ضعف للنبات إزاي أقدر أكافح حشرات المن بتخلص من الحشائش علشان الحشائش دي بتعتبر عوائل وسطة المن بيستخدمها كعوائل وبيعيش فيها لحد ما العوائل الرئيسية بتاعته بتنمو بعد جده ينتقل على العوائل الرئيسية من خلاله بنراعي إن إحنا بنتفحص النباتات علشان نشوف الإصابة بالمان ونلحقه في المراحل المبكرة علشان في المراحل المبكرة بنجمع الأوراق اللي موجود عليها الإصابة وبنعدمها وعشان المن السريع النمو فممكن يكون مستعمرة ويسبب تدهور للنبات بستخدم مكافحة يا وي زي التفايليات اللي بتاتبع رتبت غشائية الأجنح والتفايليات ديات لها القدرة إن هي بتضع البيت داخل جسم أفراد المن والبيت بيفقس داخل جسم هذه الأفراد واليراقات بتتغذى على الأجزاء الداخلية لحشرة المن من الداخل حتى تصل لطور الحشرة الكاملة بعد كده بتخرج من جسم حشرات المن باستخدم المفترسات وأهمهم أبو العيد زو 11 نقطة وأسد المن وزبابة السيرفاس باستخدم مواد كيميائية باستخدمهم علشان أرش بيهم بقر الإصابة بالمان أممكن أستخدم بدائل للمبيدات زي الصبون السائل زي محرور الخميرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر